وقع اليوم أمثلين التحوض بحيرة الشاد على اتفاقية تعاون بينها ومنظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة بهدف إدراج بحيرة الشاد ضمن قائمة التراث العالمي هارون أبا أدم والمديد من التفاصيل في إطار الجهود المشتركة بين المنظمة الأممية للعلوم والتربية والثقافة اليونيسكو ولجنة حوض بحيرة الشاد فقد توصل الطرفان إلى إبرام اتفاقية من أجل الحفاظ على هذه البحيرة التي تعد مصدرا للموارد المائية والطبيعية ذات قيمة الرفيعة المستوى وقد سابقت مراسم التوقيع على الاتفاقية مداخلتين الأولى كانت للسكراتير التنفيذي ورئيس بعثة لجنة حوض بحيرة الشاد الجنرال سانوس عمران عبدالله الذي قال إن البحيرة تضررت بسبب الظروف التي ألمت بها مما أدى إلى تقليص مياهها وتجفيف تربتها وقد تأثر ذلك سلبا على حياة السكان الذين يعيشون على ضفافها مؤكدا أن إدراجها كموقع ضمن التراث العالمي يعد إنقاذا لهؤلاء الشعوب أما ممثل اليونيسكو يو إيدو فقد أوضح أن الإدارة العامة للمنظمة أولت اهتماما بالغا منذ العام 2012 حين زار وفد رفيع المستوى بحيرة شاد بحيث أنها تعد في المرتبة الرابعة من حيث مساحتها في القارة والأولى في وسط وغرب إفريقيا إلا أنها تقلصت بسبب التدهر البيئي وعوامل طبيعية أخرى وأن هذه الحالة تحتم على الدول المطلة على ضفاف البحيرة تضافر الجهود وأضاف أن منظمة اليونيسكو بادرت بمشاريع متعددة في إطار حماية الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي الذي تصغر به بحيرة شاد من بين هذه المشاريع مشروع الدبلوماسية العلمية وثقافية وبرامج حيوية أخرى وقد وقع على الاتفاقية كل من الجنرال سانوسي عمران عبدالله السكرتير التنفيذي ورئيس بعثة لجنة حوض بحيرة شاد ويوئد المدير الإقليمي لممثلية اليونيسكو بأبو جاء وأن الاتفاقية تهدف بشكل أساسي إلى ترشيح بحيرة شاد لتسجيلها في قائمة التراث العالمي كإرث إنساني اتفاقية وصفها الأمين العام لوزارة المياه محمد أليفة بالخطوة الجادة على المستويين الإقليمي والدولي مؤكدا بأنها ستعزز جهود رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو التي تسعى إلى حماية حوض بحيرة شاد اشتركوا في القناة